السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ناس كتير فاكرة ان نقص فيتامين به 12 بيسبب خضر وتنميل في الاطراف بس لكن الحقيقة ان نقص فيتامين به 12 بيسبب اعراض ومضاعفات كتير جدا هقولك في 40 ثانية اعراض نقص فيتامين به 12 اول حاجة خضر وتنميل وشكشكة في الاطراف تاني حاجة تعب وارهاق من اقل مجهود وضعف بالعضلات تالت حاجة العصبية الزايدة والتقلب في المزاج رابح حاجة فقدان الشهية للطعام وفقدان الوزن خمس حاجة كسل وخمول سادس حاجة احمرار في اللسان وتقرحات في اللسان والفم سابع حاجة صعوبة في الماشي ومشكلة في التوازن تمن حاجة فقر الدم وده بالتالي بيسبب شحوف في البشرة وظهورها باللون الاصفر تاسح حاجة ضعف بالزاكرة عشر حاجة فقدان وضعف بالرؤية اخر حاجة ضيء في التنافس وخفقان في القلب وكمان ارتفاع في درجات الحرارة دي اهم اعراض نقص فيتامين بيه 12 الفيديو اللي جاي هكلمك فيه عن اهم المصادر الطبعية لفيتامين بيه 12 ازاي تحصل على فيتامين بيه 12 بطريقة طبعية ايه الاطعمة اللي فيها فيتامين بيه 12 ايه المكملات الغذائية اللي فيها بيه 12 وكمان فايدة بيه 12 بالنسبة للجسم لو عارف الاجابة بتاعت مصادر فيتامين بيه 12 الطبعية اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وأفادك شهر وغيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كم معاكم دكتور تركي استشارك راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته